موسيقى تعتبر مدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة المغربية الشريفة قبلة التساكن والتعايش والتسامح الديني وأرض حوار الأذيان والثقافات والحضارات العريقة وملجأ أمن وأمان والاستقرار للأقليات الدينية والثقافية والعرقية عبر العصور ووجهة سياحية بامتياز لجميع أفراد الطائفة اليهودية بالمغرب المنتشرين عبر دول العالم والذين يشدهم الحنين لزيارة أهم المآثر التاريخية والعمرانية المقدسة حيث يؤدون شعائرهم الدين وتقوصهم الروحية بكل حرية وأمان نظرا لظروف الاستقرار الأمني والروحي الذي تنعم به مدينة فاس والذي تصهر على توفيره السلطات المحلية والمنذوبية الجهوية للسياحة وكذا مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالمدينة ومن بين أهم الأماكن المقدسة عندهم بفاس والذين يشدون الرحالة إليها جماعات وفرادة في إطار رحلات منظمة على مدار السنة نذكر منها على الخصوص وبالتبط بمنطقة الملاح جماعة المشور معبد ابن دنان اليهودي هو كنيسة يهودية في مدينة فاس يستعمله اليهود القلاء الذين بقوا في المغرب والذين يتمركز أغلبهم في الصوير وفاس ويعود تاريخ بناء المعبد إلى السلطان المغربي الرشيد بن علي الشريف الذي رغب في إحياء التجارات في المدينة فاسقدم يهود زاوية أيت إسحاق الواقعة في منطقة الأطلس المتوسط فكلف الهاخام من بوسيدان أحد أعيان أيت إسحاق ببناء الكنيس ويستعمل أغلب اليهود المغاربة في تعبدهم اللغة العبرية وهناك من يستعمل العربية بنسبة أقل كان كنيس ابن دانان يعتبر من أهم المعابد اليهودية في فاس عندما كانت اليهود ما زالوا يقطنون حي الملاح في المدينة قرر شارل دوفوكو الكائن بالضرب الفوقي ولد شارل دوفوكو عام 1858 في مدينة سترسبورغ بفرنسا من عائلة أرستقراطية ثارية وتشهر بعلاقتها العسكرية عرف شارل قصوة الحياة مبكرا فتوفيت والدته هو في السادسة من عمره بدأ شارل في ذلك رحلة استكشافية في بلاد المغرب والجزائر وهو متنكر وكانت الرحلة تحمل في طياتها أخطارا جمه نظرا لأن بلاد المغرب كانت مغلقة وأرضها محرمة على الأوروبيين آنذاك كنيسة بيعة صلاة الفاسيين شهدت في القرن السابع عشر بحي الملاح اليهودي بفاس وتقع في زقاق المرينيين وهي عبارة عن بناية فسيحة ومرصفعة وتمسد على مساحة 170 متر مربع وقد أشرفت على عملية ترميمها مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي بدعم من حكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية ضرب المعارة قرب عرصة الضرب وكذلك المقبرة اليهودية بالملاح ومن بين المعاناة التي استقيناها من عين المكان إشكالية الضر إلى السقوط خصوصا منها تلك المحادية للمآثر التاريخية العمرانية للطائفة اليهودية بالعاصمة العلمية والتي تحتاج معالجتها إلى اعتماد مقاربة استعجالية ينخرط فيها الجميع السلطات المحلية والممثلة في السيد باشا المشور والسيد القائد رئيس الملحقة الإدارية والسادة أعوان السلطة وأعضاء المجالس المنتخبة بما في ذلك السيد رئيس جماعة المشور وأعضاء مجلسها وجميع القطاعات الحكومية المتدخلة في القطاع السياحي بفاس دون أن ننسى الدور الفعال الذي تقوم به فعاليات مجتمع المدني بمنطقة المرينيين الملاح نظرا لغيرتها على القطاع ومساهمتها في ترصيخ الاستقرار والأمن والتنمية المجالية المستدامة بالمنطقة غير أن الشيء الذي لفت نظرنا بقوة ونحن نقوم بزيارة ميدانية لأهم الأماكن المقدسة عند الطائفة اليهودية بالمغرب هو نظافة الدروب والأزقة التي يمر بها هؤلاء السياح بشكل يفيد بأن هناك مجهودات تبدل يوميا من طرف جميع المسؤولين عن هذه المنطقة وجب التنويه والإشادة بها وذلك من باب الشيء بالشيء يذكر ترجمة نانسي قنقر